موسيقى 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 في كثير من الاسر اللي ربنا بيرزقهم بطفل من زاوي الهمم بيكونوا مش عارفين يعملوا ايه ويتعاملوا ازاي معاه او مع تعامل الناس معاه وده طبعا لان هم بيكونوا محتاجين معاملة خاصة جدا ومجهود ومعارفة عشان تقدر الاسرة انها تساعدهم او تخليهم اشخاص نكحين وكمان ابطال دفتنا النهاردة قررت انها تسخر كل وقتها عشان تساعد وتوجه الاهالي لتعامل صحيح مع اولادهم من زاوي الهمم وقدرت بالفعل انها تساعد ناس كتير سواء عن طريق المنصة اللي اقسستها او عن طريق المحتوى الخاص بها على السوشيال ميديا منورنا الاستاذة ملك البطران صاحبة مناصة كلنا زيك يا ملك عامل ايه؟ انا اول حاجة عايزة اعرفها اكيد ايه هي مناصة كلنا مناصة كلنا هي مناصة الكترونية يعني دليل الكتروني او موقع الكتروني احنا عمينه في صورة موقع الكتروني وفي نفس الوقت انستجرام بيج هي بتجمع كل مقدمين لخدمات اللي بيقدموا خدمات لزاوي الهمم في مصر سواء كان اخصائيين او مدارس سواء خاصة او حكومة جمعيات مؤسسات وهكذا فنحنا بنحاول ان احنا نجمع للأهالي في مكان واحد كل الاماكن ذي اللي بتقدم الخدمات كل مقدمين الخدمة بمعنى اصعه في مكان واحد بناء على المكان والخدمة اللي بيقدموها والفئة العمرية اللي هما بيقدموها طبعا بس ده كله بيكون على السوشال ميديا ولا بيبقى فيه اماكن هما بيحضروا فيها حاجات لا هو مينلي المكان اونلاين كله موقع الكتروني احنا كلمنا في الموضوع ده قبل كده ان هو ليه هو مش كتاب او مش اي حاجة تانية غير موقع الكتروني لانه احنا دايما بنبدات طول ما بنلاقي خدمات زيادة كل ما بنزودها على الواب سايت بتاعنا فبالتالي الابديت السريع ده اسهل طريقة ليه هو ان هو يبقى اونلاين بنحاول طبعا ان احنا نشوف طريقة تانية ان احنا نوصل لناس اكتر ممكن ما يكونش عندهم اكسس يعني للانترنت متوفر حد ما يكونش متوفر بالنسبة له بالزبط الانترنت بس ان شاء الله دي يعني في البلان المستقبلية الخطوة جاية الخطوة جاية يا رب بس حاليا هو موقع الكتروني والسوشال ميديا بيختم عليه يعني بيختموا كأنه كأنه البي ار بتاعه يعني ان احنا بنرفر الناس ان هما يروحوا الواب سايت اشياء لقوا المعلومة لكن الانستجرام بتاعنا بيعرفهم مين اخر الناس اللي ضافت للمنصة بتاعتنا ايه هي الخدمات الموجودة ايه الافنت اللي ممكن يحضروها بتدعم الاباء والاهالي فين اخر الافنت او الحاجات الداعمة اللي بتدت تظهر طبعا في مصر فطبعا كل الابديت او الاخبار الاخيرة بنحطها للسوشال ميديا ان طبعا الناس بتكون مركزة اكتر على السوشال ميديا اكتر ما هي بتفتح واب سايت او موقع الكتروني كل يوم طب انت بتحسي ان كلنا يمكن بتدعم اكتر زاوية الهمم ولا اهاليهم احنا التارجت بتاعنا او يعني نشعرف الكلمة هدفنا هدفنا يعني ان احنا نسهل عملية البحث عن الاهالي يعني دكت الفيلميشن بتاعتنا انه هو احنا بنسهل عملية البحث لان انا ونازلي شركتي نازلي ليسي احنا جايين من هي عاملية كمشروع شخصي يعني دخلنا الموضوع من ناحية شخصية واجتماعية ناحية شخصية ان هي كبرت شايفة مامتها وجدتها في عملية بحث مستمرة لاخلها اللي كان متشخص او يعني متشخص بمرض طيف التواحد فطبعا كانت شايفاهم قد ايه هما عملية البحث بالنسبة لهم صعبة بالذات ان الخدمات كانت كانت لمتد شوية او قليلة في مصر طبعا عبر السنين يعني الحمد لله تطورنا فكانت الموضوع شخصي بالنسبة لها ان هي تساعد الاهالي وتساعد الناس اللي بتدور على الخدمات وانا من ناحية اجتماعية ان كنت عايزة ان احنا برضو نبسط يعني الهدف بتاعنا في الاخر وصل لنفس الحاجة انا انا ما كانش عندي الحتة الشخصية اللي عند نصدي فسا كان الهدف ان انتو الاثنين عايزين تسهلوا الموضوع على الناس اللي بتبعدها ان كمان من خلال شغلنا مع الاهالي احنا اخصائيين داخرات تعلم فمن خلال شغلنا مع الاهالي كان دايما بيسألونا طول الوقت نروح فين طب تعرفوا حد بيقدم الخدمة دي طب تعرفوا مدرسة كويسة تعرفوا جامعية بتقدم اكتيفتيز لزاوي الهمم فكل الحاجات دي خليتنا ان احنا يعني حابين انه الموضوع ما يوصلش بس للناس اللي تقدر تتكلم معانا ونقدر نساعدها لا بالعكس يوصل لعدد اكبر بكثير فئة اكبر بكثير فئة اكبر بكثير في حتة مختلفة بلس ان احنا حابين موضوع انه يكون الناس عندها وعي وفيه وعي شديد من ناحية الموضوع انه هما انت مش عيب انك انت تسأل ومش عيب ان انت تدور او لو هو حاسس بحرج ان هو يسأل حد عنده منصة يقدر يروح لها ويبص فيها ويدور فيها من غير ما يعني يبدأ يفهم من خلال المنصة بتاعتنا قبل ما هو يتأكد ويبدأ يسأل الناس ويبدأ يكلم مع عيلته وأهله انه انا بواجه المشكلة دي وحابب ان انتوا ساعدوني فيها طيب انا عرفت شركتك نازلي ايه قصتها وراء مناصق كلنا انت باع قليني باع يا ملك انت جاب لك الفكرة بتاعت مناصق كلنا انا الـ background بتاعي خلفيتي علم نفس خريجة علم نفس من الجامعة الامريكية وبعد كده قررت ان انا اشتغل مع الاطفال عكس ان انا اشتغل في العلاج النفسي مع الناس الكبيرة عشان حسيت انه يعني لو مشينا بفكرة انه التدخل المبكر دايما كلما الطفل بيكون سنه اصغر كلما بيكون الاسر اللي بتعمليه اكبر بكثير او يعني يعني انه هو effective او لي اسر يعني اكبر فحبيت ان انا اشتغل مع الاطفال بحيث ان هو الاسر داي يكون باين واقوى في الفترة اللي هي الفانديشن اللي هي المراحل الاولة اه في الاول خالص فاشتغلت طبعا مع الاطفال في التأخرات التعليمية والصعوبات التعليمية وبعد كده احنا الاتنين روح نعمل الماجستير بتاعنا في انجلترا واكتشفنا انه كمان الاهالي اللي هناك معانا في الماجستير يعني هي حاجة عالمية برضو الناس اللي معانا في الماجستير هم اهالي اطفال زاوي همم فالاهالي اصلا اول ما بيلاقوا ان هما محتاجين يساعدوا اولادهم بيبدأوا يغيروا حياتهم ودرستهم وهكذا فبيبدأ الموضوع يكبر فليه نستنى لحد ما الاهل يخشوا المجال من الاول خالص وده ممكن نساعدهم ان هما يلاقوا الناس الصح اللي تقدر تساعدهم فالحمد الله وصلنا انا ونزلي لبعض في الحتة دي ان كل حد فينا عنده نفس الهدف طبعا احنا تعرفنا في الماجستير فوصلنا بقى ان احنا يعني جات لنا الفكرة انه طبعا الاهلي كلها بتواجه نفس المشكلة فحابين ان احنا نساعدهم فبتدت بقى الفكرة تتطور تتطور عادنا نشتغل عليها سنتين لحد ما عملنا اللونش بتاعنا يعني بدأنا من سنتين يعني عادنا سنتين نزبط فيها ومن سنتين بدأنا المنصة بتاعتنا واخترتوا اسم كلنا اشمال؟ لانه احنا بندعم جدا فكرة الدمج يعني احنا بنؤمن ان كل واحد يعني كل الناس ليها الحق في انها يبقى عندها نفس الفرص ويبقى عليها الحق ان هي تعيش نفس الحياة يتقدم لها نفس الخدمات التعليمية يبقى عندها نفس الاكسس للمعلومات فكلنا يعني اكتناها بتشمل المجتمع وفكرة الدمج وفكرة انه الفرص كلها تبقى موجودة ويبقى فيها كافة يعني هو تلع مننا اسهل مما تتخيلنا بس الحمد لله يعني تلعني ليه امباكت كبير قوي في المنصة يعني الحمد لله طيب ايه هي نوعية الخدمات اللي ممكن تكون مناصة كلنا بتقدمها وازاي احنا طبعا زاو ينهمن بيختلف من حد للتاني مش بس في نوع الحاجة اللي موجودة او اللي هو الطفل بيشعر بيها لكن كمان في حاجات مختلفة كتير لو انا دخلت دلوقتي على المناصة ازاي يعرف مثلا ان ده حاجة تقدر تساعد الكيس بتاعتي انا او مع ابني انا او حد من قريبي انا انا بحاول اساعدوا فعايز اعرف ايه نوع الخدمات اللي بتتقدم على المنصة وعايز اعرف ازاي اساعد نفسي لو انا دخلت على الويب سايت او على السوشيال ميزي بلاتفون بتاعتكم اوكي اه على الويب سايت الحتة اللي بتسألي عليها الجزء اللي بتسألي عليها بالضبط فيه يعني جزئية عاملينها ليه في الويب سايت وهو ازاي اعرف ان الخدمة دي هي اللي انا محتاجها مناسبة لي احنا من الحاجات الحمد لللي عملناها في الاول مع الويب سايت انه هو قبل ما نحط الناس اللي بتقدم خدمات حطينا بيج ريسورس او الموارد اللي ممكن الناس تحتاجها اول حاجة في الموارد دي عبارة عن مفاهيم ومصطلحات مفاهيم ومصطلحات عن ايه الحاجات اللي ممكن يكون الطفل بيباجيها سواء كان ممكن الحاجات الكمن اللي الناس ممكن تكون فعلا بتدور ما بينها حطينا نحط على قد ما نقدر مثلا التوحد السعوبات التعليمية لمعظم الاطفال ممكن تكون بتواجهها في المدرسة حطينا المصطلحات وحطينا الصفات بتاعت المصطلحات وايه الاختبارات اللي ممكن تروح لها لو شكها انه هو ممكن يكون بيواجه صعوبة من الصعوبات وهي تكون بس للاطفال بتكون لا للاطفال والكبار ايه حاجات طبعا بتغضي بيالك منها منوهما في سنة اصغر عن حاجات تانية فيه ناس كتير قوي بتاخد بلها من الصعوبات التعليمية فوقت متؤخر جدا ويعيشوا حياتهم مش عارفين هما ليه مش عارفين مش عارفين اقرا كويس مش عارفين يكتب كويس فالناس بتعيش حياتها فعلا مش عارفة هي ليه مثلا تركيزها قليلا ليه المعلومات ما بتثبتش عندهم بيكتشفوا ده بعد سن يعني وعمر طويل فهديم كلها مصطلحات بتساعدك عنك انت تغذي فكرة هل الشكوك اللي عندك هي دي هي هي الموجودة في الويب سايت هي تشبه المصطلحات دي ومن هنا تقداري تبدأي حتى ممكن في نوع الخدمة لو انت شكة مثلا انه هو عايزها خدمات للتوحد عايزها خدمات لداون سندروم عايزها خدمات للديسلاكسيا كل دي حاجات تقدر يتدوري بها على الويب سايت بقى very specific واختبارات عشان لما تروحي لحد ويروا والله انا عايز اختبر الحاجة دي وهو طبعا بقى الاخصائي بيخش معيك في تفاصيل كل ده انلاين بس احنا بنحط لك الاخصائي لان احنا طبعا ما نقدرش ان احنا نحجز معايد عند اخصائي او ان احنا احنا مش بلاتفورم بتقدم الخدمة دي احنا بنديك المعلومة او المكان اللي محتاجه وبعد كده الاهل يكتشف وفيه اهالي بتبعت لنا تقولينا مثلا المكان ده ما نفعش معي هل تقدروا تترجحوا لي مكان تاني بتفضل بنساعد باستمرار على السوشيال ميديا كمان يعني عشان الاهالي بتبعت لها انها تبعت لنا على السوشيال ميديا فبينتواصل اكتر ثلو الميسيجز يعني من خلال الميسيجز طيب هل فيه فئة معينة بتتعامل معيها في مناصة كلنا من زوي الهمم ولا هي متفرعة لكل حالي هي نحن حاولنا نحن خليها متفرعة لقدمها نقدر معظم يعني الفئة العمرية اللي ممكن نكون بنتارجت دلوقتي او يعني مركزين عليها دلوقتي هو من اول الولادة لحد خلق 16 سنة دي يعني الفئة العمرية اللي دايما بلاقي الاخصائيين والمؤسسات وجمعيات وكده بيشتغل معا لكن في نفس الوقت حطينا برضو المراكز المهنية وحطينا برضو لسه هنزود الاماكن اللي بتوفر بتوفر فرص عمل لزوي الهمم وهكذا يعني بتدينا ان احنا والحمد لله الاسبوع اللي فات كمان قبلت ناس يعني كان فيه فورم تبع وزارة التضامن الاجتماعي كان فيه ملتقى للناس اللي بتقدم خدمات لزوي الهمم وقدرنا ان احنا ندخل بقى فكرة فيه بمشروع طبعا 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 وزارة التضامن الاجتماعي اسمه موادة ده بيمرن زوي الهمم مع المقبلين على الجواز فدي نقطة مثلا مش بيه الناس مش تدعارف عنها فهو اكنك بتطميني الاهل انه احنا معاكو من الولادة لحد ما يبقوا مستقلين بذاتهم تماما مش محتاجين تقلو من حاجة فالحمد الله ان فيه خدمات في كل فقه عمرية نقدر ان احنا نجيبها ونعلن عنها في المنصة بتاعتنا طب اشرحيني الجزء بتاع نانسي بتدورو لهم على او بتعملو لهم فرص عمل بيحصل ازاي مثلا لو انا عارف حد عنده زاويه بعمل ايه عشان شوف تقدروا استعدوين انا جيب له شغلين معظم الاهالي بتبعت لنا مثلا على انستجرام بتبعت لنا انا ابني ابني بنسي حضرت بتعرفوا عنده يعني كالسنة اللفاء العمرية بتاعته بيواجه مشكلة في كذا وكذا ومسلا متعلم او غير متعلم وعايز فرص عمل بيدورها فرص عمل احنا بنبدأ ندور عندنا في المنصة او لو مش على المنصة بنشوف الناس اللي احنا ندور له على ايه الاماكن اللي بتوفر فرص عمل تنفع للطلبات اللي هي طلبات اللي هي بعتهلنا وبنرد عليهم وبنقول لهم ان احنا خدمة مستمرة يعني انتوا لو ما وصلتوش لحاجة تقدروا ترجعو لنا وندور معاكو تاني ولو طبعا ما قدرناش نوصل لحاجة بنقول لهم كل ودوح ان احنا ما قدرناش نوصل لحاجة في المنطقة او في الحاجة المعينة لهم بيسألوا عليها ولو في اوب ديتس بنعلن علينا طبعا على طول تفتكري يا ملك فيه اسر ما بتعرفش التعامل مع اطفالهم من زاوية الهمم طبعا فيه اسر كتير قوي بتبقى مش عارفة او مش فهمة تعمل ايه او متعملش ايه بيكونوا تاهين جدا ما بين مركز لمركز الاخصائي بيكونوا كمان يعني مش عارفين معلومات كفاية خايفين يكونوا بيدوسوا على اولادهم زيادة او او لا فطبعا كل ده زي ما الاطفال بتقعوا محتاجة دعم الاهلي كمان بتقعوا محتاجة دعم لشان كده بنعلن كتير قوي عن حاجات دعم دعم للاهالي يقدروا يشاركوا فيها معلومات مع بعض غير كده برضو مع البيتش بتاع المصطلحات والموارد احنا مزودن لهم بيج تانية فيها كل المنصات اللي على انستجرام اللي فيها اهالي بتكلم عن التجربة بتاعتها او تجربة بتاعتها دايما بنحط لهم اماكن بتشار الحاجات زي سواء اهالي او عندهم طفل مثلا عنده داون سندروم او طفل عنده توحد وبيحكي رحلة ابنه كلها فطبعا دي بتبقى مفيدة جدا ان ان الاهل يعرفوا انتي ممكن توصلي ايه ممكن تعملي ايه ممكن تبدأي منين ومعظم الناس بتكون فعلا يعني لطيفة وبتساعد طبعا ايه هي الحاجات الاساسية اللي المفروض او لازم تكون موجودة في حياة اي حد من زوج الهمم اه التعمة مهم قوي انه هما يحسوا انه في حد حيدعمهم وهيشجعهم وانه مفيش حاجة مقدروش يعملوها يعني انه انك انت مفيش حاجة تتكسف منها يبقى عايش حياته طبيعي ما يحسش انه طب خلاص لا قاعد بلاش تنزل النهاردة بلاش نروح نلعب الرياضة دي بلاش نروح نعمل اكتيفيتي ده مش المفروض انه هما يحسوا الشعور ده لانه هما مفيش اي اختلاف انت مجرد هتعيش حياتك ترية مختلفة لكن مش معناها ان انت فيه فرصة مش متاحة بالنسبالك انا عبشوف انه بجد وما فيش اي اختلاف لدرجة ان احنا منشوف منهم فعلا ابطال احسن من اي حد بالزبط بالزبط يعني هو لازم يحس انه في ايه يدور على الحياة المناسبة بالنسباله اللي تليحه وتدعمه وتخليه هو التغيير دايما بيكون فأوله صعب فأوله صعب طبعا هو دايما بيقولك انه الحياة وانت عندك طفل زاوي همم هي مش هو مجرد طريق مختلف او اكنك يعني فيه زي قصة كده لكنك رحتي رحلة لبلد مختلفة هي حلوة هي حلوة جدا بس هي مختلفة عن بس انت مش متعودة علي الرحلة اللي كل الناس رحيتها فهي محتاجة تعود ومحتاجة انك انت تتعودي على ايه تفهمي ابنك او تفهمي بنتك ايه الحاجة اللي هم بتريحهم وبيحبوها ويقدروا يبقوا احسن فيها ويعني السعادة برضو مهمة جدا جدا للاطفال مهمة بالنسبة لكل لو فيه اي ام اكتشفت ان طفلها من زاوي الهمم ايه اول خطوة لازم تعملها يعني على حسب اكتشفت ازاي هل تشخيص مثلا اخذت بالها او تشخص اخذت بالها دي طبعا حاجة حلوة قوية هي تبدأ ان هي تروح لاخصائيين تسألهم هل ابدأ منين طيب الحاجات دي مثلا حاجات يعني مثلا فيزيكال في الجسم هل بصرية هل زهنية هل حاجة لا مش مالهاش دعوة بالبايولوجيا بتاع الجسم ديها دعوة بانه مثلا في التعليم في الحاجة حركية يعني طبعا تبقى رحلة طويلة جدا انا عارفة ان هي تبقى صعبة على الاهل عامة بس طبعا تبدأ من النقطة دي وكمان في دلوقتي فورمز بتساعد الاهالي بتنشر طبعا يعني انا بس مش فكرة ايه كان اسمها ايه اسمها نتابع سوا طبعا وزارة الضوء الاجتماعي عاملين زي فورم كده باك تقداري تتابع بيها تطور ابنك من منذ الولادة وتشوفي لو انت شايفة في اي حاجة مختلفة عن الطبيعي زي فورم تكتبي ايه الملاحظات بتاعتك وبعد كده بتقداري بقى تروحي منها ان كنت تتلبي مساعدة من اخصائي او دكتور او تبدأي تابعي يعني فهي طبعا المتابعة واني يسألوا الناس اللي عندها خبرة طبعا في الموضوع اتعاملتي داركلي مع حد من الامات او الاهالي قبل كده؟ اه انا عندي يعني انا بشتغل تقريبا يوميا مع بس انا مع صعوبات التعلم ومن خلال بقى كلنا يعني بنسابورت الاهالي اللي بتواجه معها اولاد او بتواجه بقى صعوبات مختلفة يعني طب ممكن تولي اكتر حالة او اكتر ام او اب انتتقصرت بيهم؟ مفيش حاجة معينة انا بصراحة يعني واحترم قوي الاهالي اللي بجد بتعمل مجهود عشان ولادها وبتكون يعني متحسسهمش ان هم وان هم عبق عليهم ودي بالنسبة لي بتبقى حاجة مبهرة جدا الصراحة بيبوا دايما بيدوروا على ايه الحاجة اللي هتساعد ولادهم دايما يشجعوهم يزوقوهم للأحسن عايز انهم يتطوروا ويعملوا حاجات سواء بقى رياضيا علميا اجتماعيا انا بحترم جدا الاهالي اللي فعلا بتدعم اولادها بالطريقة الصحيحة وانهم عمرهم يحسون ان هم عبق عليهم يعني في بعض الاهالي بيعزلوا اولادهم عن المجتمع لانهم مثلا من زوج الهمم لانهم بيكونوا خايفين عليهم خايفين عليهم مثلا من التنور بتقول لهم ايه؟ طبعا لسه في جزء كبير من المجتمع ما عندوش الوعي الكافي عن كيفية التعامل مع اشخاص زاوي الهمم وبالتالي بنواجه الصعوبة الكبيرة بتاعت الدمج في المدارس طبعا الفكرة انه انا مش عايز ابني مستوى ينزل والحاجات دي طبعا كلها غير صحيحة بس الموضوع ده في المدارس اتحسن بردو شوية صح؟ اتحسن اه اه طبعا لان انا يعني باخد بالي ان الحاجات دي بقيت في المدارس احسن كتير وبقوا يتعاملوا معاهم بجدة يعني بشوف كده يعني من حتى مدارس مختلفة اه في جزء من المدارس الحمد لله يبتدى انه هو يدعم الموضوع بطريقة احسن كتير انه هو يبقى فيه يعني زي يونت دعم تعليمي اللي هو انت هتكون في الكلاس بس بس مثلا لو انت محتاج مساعدة زيادة هنعملها في وقت تاني بعد الحسة بعد الحسة لكن هو طبعا في الكلاس وفي كل الحساس كل الاكتيفتيز دي حاجة مهمة جدا نفسية الطفل والدي بتنشروا وعي جامد جدا ضمن الاطفال وضمن الاهالي طيب الاهالي اللي بيعزلوا ولادهم لا الاهالي اللي بيعزلوا ولادهم انا بعتبر انه هو قلة معرفة يعني هما احنا بنحاول ننشر الوعي على قد ما نقدر فلو هو بيعزل ابنه مجرد خوف انت محتاج ان انت يعني تتجرق شوية طبعا فيه جزء بيكون مش فاهم او مكسوف فيه جزء بيكون خايف على ولاده فالجزء اللي خايف على ولاده لازم يكون عنده الجرأة شوية انه هو يشتغل على نفسه طبعا اولا عشان يقدر يساعد ابنه لان هو بيكون الخوف ده حاجة ليه هو هو خايف على مشاعر ابنه خايف ينزل بابنه في يواجه صعوبة في التعاون مع الناس الناس تقاش حاب التعامل معي لا طبعا يعني دي بترف يعني بتكون منعكسة من خلال الاهل الاهل لو عاملين زي نظام انا حبك ان انت تقعد مع ابني وتتعامل معي بالطريقة دي الناس هتحترم ده او يعني لازم تحترم ده لانه الاهل هي اللي بتقولك الاهل اللي بتقولك تتعامل ازاي وتعمل ايه واللي ابني بيحب ايه اللي ما بيحبوش شكاية بقول لازم يتواصلوا مع ولادهم وجزء المكسوف الجزء المكسوف نعتبر انه هو مش فاهم كفاية او مش عارف كفاية او فاكر انه هو مش هيوصل لحاجة فنشر الوعي ده دورنا كلنا الصراحة في المجال ان احنا يعني احنا الحمد لله ده دورنا كلنا في المقتبع بالضبط الحمد لله الدولة بتدعم قوي زاوية الهمام ده هيشجع الاهالي جامد جدا ان هما يحسوا انه لا انا ابني هيكون مسموع وقادر انه هو يعمل حاجة في المجتمع وهيكون في بلده فانا بالتالي هتشجع ان انا ابتدي اشوف ايه المجلات اللي تقدر تساعده وابدأ اكون شخصيته انه هو يقدر يكون شخص فعال في المجتمع طيب ملك انا عايزك يبقى تقول لنا احنا كافراد في المجتمع ازاي نتعامل مع الاهالي ونتعامل مع الاطفال من زاوية الهمام يعني بنشوف مثلا ناس تلاقيهم بيديوهم اول ما يشوف حد من زاوية الهمام او من اهالي زاوية الهمام تلاقي مثلا بيعملوا معاملة مختلفة ممكن تكون خاصة بزيادة عن الباقي هل ده ما صاحب بيؤثر في نفسيتهم؟ هو دلوقتي زاوية الهمام يعني كلمة يتفرع تحتها حاجات كثيرة جدا 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 فما قدرش اقول لا ده في طريقة معينة لا مفيش طريقة معينة كل شخص ليه طريقة لتعمل معي زي ما فيه الاطفال كل طفل شخصيته مختلفة عن التانية احنا كلنا كافراد لينا طريقة اللي بنحبها او ما بنحبهاش لو هو احنا نسأل الطفل انت تحب ان انا اعمل ده ولا ما عملش ده ينفع احدونك لو ما احدونك شي ينفع نوض مع بعض نلعب شوية ولا لأ الموضوع بيرجع للفرد لو الفرد مش قادر يتفاعل يبقى يرجع للأهل ان احنا نسأل الأهل هل ينفع اعمل كده ولا لأ طب ممكن اعود معيكو هنا شوية ممكن يروح يلعب مع ولادنا شوية او لأ ايه الحاجة اللي بتريحه؟ طب في الحياة الطبيعية يا مالك احنا ماشيين رايحين نادي ولا رايحين مدرسة ولا رايحين اي حاجة وقابلنا طفل بمثلا امامته من زويل همم نتعامل ازاي؟ المجتمع المفروض يكون عارف ايه ومش عارف ايه؟ في الطبيعي؟ في الطبيعي المفروض نتعامل عادي انا مش مفروض اتعامل ان حد مختلف عني يعني ما بصش للموضوع انه هو مختلف عني ان انا احسن منه طبعا لا يعني هو مش احسن انت متعرفوش يعني انت متعرفش هو يقدر يعمل ايه طبعا يعني انت ممكن يكون هو في الاوليمبيكس مثلا صح هو ده عامل انجازات اكتر بكتير صح فما ينفعش ان انا يعني لازم الغي فكرة ان انا احط اكسبكتيش معينة او يعني توقعات معينة فيش حاجة اسمها ان انا احط توقعات على شخص اول مرة اشوفه لا بتعامل بتعامل بستكشف بشوف ايه اللي ينفع عامله ايه اللي ما ينفعش عامله دور الاهل كمان في البيت مهم انه يتفهم ولادها ان هو مختلف عنكم مش معناه ان انتو احسن او او حش بالزبط بس مثلا فكرة ان احنا نقطع او نتكلم مع ولادنا عن ان هو ما يتنمرش من حد شكل مختلف عنه بالزبط لمجرد انت 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 ميتعرفش عنه حاجة وممكن يكون بيعمل حاجات اشتر منك بكثير فيها عن عن اللي انت بتعمله وممكن اشتر في حاجة انت ما بتعرفش تعملها او انت اشتر في حاجة هو ما بيعرفش تعملها فهو كله يعني دمج مجتمعي رهيب يعني احنا كلنا افراد نخصى لهم بعض وبسيط بالزبط بالزبط فهي بس لازم الناس تبطل تحط توقعات من بدري او يعني ان انا احكم على شخص من قبل ما اعرفه وبس يعني من هنا بتيجي يعني فكرة الدمج ان انا شوف ايه اللي بينفع الشخص ده واعمله ملك انا يعني مبسوطة جدا ان انت كنت معي النهاردة انا اكتر الله وقفت هنا بمعلومات كتيرة جدا بجد انا شايف ان المعلومات دي مهمة جدا للاهالي اللي عندهم اولاد زاوي همم وكمان المجتمع حتى يعني لو حد مش عنده نفس الموضوع لكن هو المفروض ان هو يفهم النهاردة انا فهمت منك حاجة كتيرة يعني فهمت انه فعلا على فكرة ومش معنى الاختلاف انه دي حاجة غلط لا اهو مختلف ده ده شيء وده شيء تانيه مرزفت نورتين يا ملك انا اتشرفت قوي بجد مرسي على اهتمامكم بالمناصة بتاعتنا واستضافتكم لينا النهاردة بجد مرسي جدا جدا مرسي يا ملك وكده يكون خلصت حلقة النهاردة نشوفكم ان شاء الله الاسبوع جاية نفس المعين باي باي